دولياً وفشان الفلسطيني يصيب اليوم ثلاثة فلسطينيين برصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في شمال مدينة الخليل فيما تم اعتقال أكثر من خمسة وثلاثين فلسطيني آخرين من مناطق مختلفة في الضفة من جهة أخرى طالبت كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في بيان مشرك سلطات الاحتلال الصهيوني باحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني وأكدت على الحاجة الملحة للسناف الجهود السياسية لتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القادر على أن يضمن بشكل دائم للطرفين إمكانية العيش بسلام وأمن